سلم رئيس مكتب البحرين للترويج والاستثمار اليونيد والدكتور هشام حسين سلم أعلان المنام 2017 المتضمن البيان الختامي لتوصية المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاستثمار 2017 إلى السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجنمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أهل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وقد أشاد المشاركون في المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017 في إعلان المنامة بجهود مملكة البحرين القيادية في مجال تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات مقدرين في الوقت ذاته مساهمات الحكومة البحرينية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما عبر المشاركون عن تقديرهم للبحرين في نجاح تنظيمها للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار والذي يعكس مدى حرصها على تعزيز روح ريادة الأعمال وقد جدد المشاركون التأكيد على تنظيم المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في البحرين كل عامين مشددين على أن تمكين المرأة في مختلف الجوانب الاقتصادية يعتبر أمرا حاسما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار كما أكد أعلان المنام على أن ريادة الأعمال والابتكار يعتبران عنصرين أساسيين لخلق فرص العمل وتدعيم النمو الاقتصادي وتعظيم المكاسب المجتمعية وأكد أعلان المنام على التزام المشاركين القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام الفين وثلاثين يأتي احتضان مملكة البحرين للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار بنسختها الثانية بعد النجاح نسخة الأولى عام الفين وخمسة عشر انطلقا من إيمان حكومان التنغة الشيدة بقيادة صحب السمو الملكي الأمير خليف المنسلمان الخليف الرئيس الوزراء الموقر الذي يرعى هذا المنتدى العالمي والذي شارك فيه ما يزيد على الألف مشارك ورواد أعمال من أكثر من تسعين بلد عبر الثلاثة أيام الماضية تم مناغشات العديد من الأمور التي تهم رواد الأعمال التي تهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخرج المنتدى بإعلان البحرين الذي سلم اليوم في بيت الأمم المتحدة باليد لرئيس الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ونسعى من خلال تقديم أمريكا البحرين لهذا الإعلان أن نتم اعتماده في الجمعية العامة هذا الإعلان يعد خارطة طريق للحكومات للقطاع الخاص لمنظمات المجتمع المدينية للمنظمات الدولية على دعم ريالة الأعمال على دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة وعلى إدماج هذه الاحتياجات لتتوائم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015